ايه الاعراض اللي هتقل الاعراض اللي بدأت في الانفلتريشن اول حاجة برضو نفس الكلام ايلد علق من بره الجوه اول حاجة عندك الالد هتقابلها قوله ايديم وتندرنس خلاص كونجنك تايفا كيموزوس وهايبريمي نفس الكلام هنجي عند تستشارج قولنا هناك تستشارج من اسمه كان ميوكو بيورلاند عشان كالك قولنا هناك هنا تستشارج هيبقى وتريه شكل اساسي طبعا ممكن يبقى ميوكويد الموضوع هنا يعني ايه مش مش اول ارنان الموضوع مش واحد زي باي ساو اتنين طبعا الطب او عندنا في مرض زي ده يعني هو حصل بيورلاند كونجنكتفايتس بجاكل اساسي طيب ممكن نلقى مع شوية ميوكوز ظاهرين لاي انفكتشن تاني ما نقوش ساعتها ايه ميوكو بيورلاند قولنا ميوكو بيورلاند فيها علامة مميزة اللي هي عبارة عن الجلوينج لاش لكن ما يمنعش ان انت لابجيت لابيورلاند كونجنكتفايتس تلقى شوية ميوكوز عادي بالاضافة الى انلرج تندر بريئوليكرا لينف نوتس ديت حاجة مميزة برضو بنحفظها هنا طيب طيب خلاص المعركة خلصت الافرازات بدأت تطلع متائج المعركة معناها كان المعركة خلصت ان ارضها تقل الالد اديمة لسه موجودة بس ايه قلت ديكريز كونجنكتفا الديمة هيبريميا ان بابيلي فورميشن لسه موجودة شوية لسه في كوليكشن ده طبعا حاجة اسية من اسم الموضوع تمام ازاي احنا لو عايزين نحفظ الاعراض هنا فيه تلات حروف بي او حرفين بي نركز عليهم نكون خلصنا الاعراض المهمة نحفظ الحرف البي ده و البابيلي و البيوريولانت بدكدوه كده العلامات المميزة في هذا المرض ومنساش انه هو اتنين يعني لو جاي في الامتحام تكتبهوش الكلام على طول كده لا بعد كده عندك ثلاثة بي واحدة منهم في الانفلترشن اهي والبقى يتقلف مفوش حاجة عرفناها من العنوان مميزين وعرفنا البابيلي يعني ايه اميزناها عن نرجع لاول الشابتر او المقدمة اللي شهرناها من شوية طبعا هنا حتى ممكن نزود كمان بيه بروفيوز ان هو بقى جامد قوي اذا خلصنا كلينك البكتشر بتاعت نعمل كلا مراجعة سريع بينها وبين ميكو بيرل نتميكو بيرل نفس الكلام لكن كلمة واحدة مميزة هي هنا هنقسمها ونفس الكلام اللي قلناه لكن في الستاج التانية بتقل وعندنا ثلاثة بي وزعناهم بي فوقها واثنين بي تحت الفيت اي فت في الدنيا اما واما كورونيزتي واما كومبيليكيشن طيب اهو اسبنتينيس كيور كورونيزتي كورونيزتي ممكن نعتبرهم كومبيليكيشن اذا الشابتر هنا موضوع بسيطة والصحيح الشابتر كبير لكن ناخده ببساطة كده وبلاش نقعد نفسنا بالكلمة كلمة ناخد الموضوع بشكل عام وهنرقى نفسنا بنكتبه زي الكتاب عشان ما حدش ياله المناجم انت نفس الكلام برضو برضو جود برسون هيجين وبرتكتة اي وقلناش حاجة جديدة والبرفنشن اف بيونيت افسام يونيوتورم هنقولها بعد شوية لان افسام يونيوتورم بيكون موضوع مستقل عشان كافر الامتحان لو جال قال لك سؤال افسام يونيوتورم هتكتبها له هي بس انما لو قال لك بيونيت كونجونكتفايتس هتضطر تكتب له ادلت طيب وتكتب له افسام يونيوتورم معاها كموضوع اخر لان هما الاثنين كونسيدرد اندر البيونيت كونجونكتفايتس طيب كيورتف تريتمنت نفس قلنا برضو انفيش حاجة جديدة يمكن انتوبيوتك بس هيختلف عشان اختلفت البكتيريا اللي بتعمل المرض انما عندي بوريك اسد وهوت فومنتيشن عادي بانديش برضو كونتر ايديكيتي دركيجلاسس بنحطها اتروبين هنا في حاجة في كورنيا الانفولفنت واحدة يقول لي طب اكتبها هناك اكتبها هناك المشكلة في عندك كورنيا الانفكشن هناك محنا قلنا هناك فيه كورنيا الكراتايتس لو رجعنا للكورنيا كان فيه في علاجها اتروبين تمام وسيستيماك انتوبيوتك وبرضو في النهار بنحط دروبس وبالليل بنحط اوينتمنت تمام اي دروبس هنا هوا في النهار تمام برود سبكترام انتوبيوتك اذا مناش بنت سهلة مفيهاش اي حاجة اعطا نقوز قميوتك بلا موضوع من قسم كونجنكتفيتس انشاء في الفرنين من الحياة احد أحد الأديل من قسم الكورنيا يوجد من قسم كورنيا سبكتة برينا لدي بشكل كورنيا تصبح مولطر بغدا النظر عن السبب كده كان من pinch كان عليًا السبب الاock مشهور اللي هو عبارة عن انفكشن باي جونوكوككاي عشان كده قلنا بيران كونجنكتفايتس بتحصل عندي بالنسبة كبير بالجونوككاي والذات في الاطفال فالاتيوجي بتاعتها هتبقى ممكن ايه انفكشوس محدش باي يقول لي ايه انفكشوس ازاي ده احنا حطناها تحت تصنيف قلنا لا احنا انكبر دماغنا ونخلي تفكيرنا وسع شوية ان كلمة افسامي عن نيوناتورم معناها ان الملتحمة ملتهبة السبب في الالتهب ده مش مهم هو ايه بس ممكن يكون انفكتف وبالتالي احطناها تحت تصنيف الانفكتف ممكن يكون بسواب تانية زي ما هو هنا انفكشوس زي مثلا انفكشوس بيقى عند جونوكوكاي هي الاهم وممكن عندي والكلاميديا الدياجنز بتاعها يعني امتى اشخص طبعا التشخيص اول حاجة عندي اشخصها ازا ان لقى الطفل لسه مولود وعينه بتجيب والكمان اللي بكون جنكتفها لون ها حمر مثلا خلاص اسمها افسامي عن نيوناتورم والكلام مكتوب هو بيقول لك ان اي دستورج هتشوفه متقولش عليه دموعه مفيش دموع بتنزم الطفل وهو لسه اول شهر بكون لسه متكونتش او بتكون يعني بتكونها لكن يا دوب بتعمل البازل لير من التير فيلم انما ان هي دموع كده تطلع برا العين لا طيب ازاي بانشخصها اكتر بدقة بقى عشان نعرف السبب بتاعها اما بناخد عينة او بنعمل عشان لو هو فيروس او اميونو فلورسينت تست تزاير الصور لودانة ديت دو تمبارها اميونو فلورسين بيبين الكالاميديا يعني على حسب كونجنكتف الاسمير لو هي مثلا بكتيريال او هيربس كالتشر لو هي فيروس او كالاميديا بنعملها اميونو فلورسينت تست المنجمة انت بتاعها البرفنشن هنا هيختلف شوية لان احنا عندنا اي سبب الانفكشن لو الطفل لسه نازل فكده يعني مش هيكون مثلا ايه مش هيكون فوطة يعني ما كده حدش هسيطان فوطة يجيب هالو او مش هيكون او مش هيكون او صعب تلقاه واحد السنازل لسه يعني مش هتيجي الدباء توقف عيه او ما تولد مثلا ايه فكده السبب لي علاقة بالام وبالتالي احنا هنا حطين سودية ابن مع امامته عشان نعرف ان البرفنشن او الكيرتف تريتمنت هيكونوا مرتبطين بالام وابنها وبالتالي اولا حاجة نقولها ممكن الام يكون عندها هيربس انفكشن في السيرفيكس بتاع يوترس فدورينج الليبر او ان الطفل بيعدي في البرس كنال ياخد الانفكشن في عين وهو نازل وبالتالي احنا نازل بنعالك حاجة زي دي وجودة في الام اول ما الطفل يتولد لازم نغسل وشه مباشرة فروم ابوف داونورد يعني ايه الطفل وهو نازل اول ما الطفل يتولد يكون متشل بالمنظر ده كده في البداية خالص طبعا ما تيجي تغسل تغسله وشه متغسله بمنظر ده غلط احنا اول حاجة نغير بتاعه نخليه مظبوط كده وبعد كده ايه نبدأ نغسله وشه وجسم وبينسلن او ايه نظر ايه نظر ايه نظر يعني مجرد كنوع من البرفينتيف تريتمنت للطفل عشان ما يجلوش المرض لانه هو طبعا في الاول بيكون الدمع لسه نتكونتش بكسرة ونحن عرفين الدمع لها الدفينس ميكانيزم بعد كده تريتمنت لو هو طبعا جاله مرض يعني لانه عنده فخلص هنعمله ايه نفس الكلام اللي قلنا قبل كده برضه لكال انتبيوتك اي دروبس او او انتمنت وسيستيميك انتبيوتك نفس الكلام ولو حصل عندي كورنيا انفكشن اتروبين طبعا الكلام هنا نفس الكلام قبل كده مجرد نفتكر ان احنا عندها في قبسان الانتورم نزود الجزء بتاع البرفينشن ده مختلف شوية وبيكون مرتبط بالام اشتركوا في القناة